رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما طريق السلام عليكم ورحمة الله وبرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم شاء الله نشترك معكم بطبوط بشكل جديد والحشوة الديدة بالزاف اتمنى ان شاء الله تجربوه ترضو علي الخبار كيف العادة وغدا نشارك معكم كذلك واحد المخيمرات مع امرين باملو اللي كي يجي ورطبين والدادين بزاف ونتمنى ان شاء الله تجربوه واحده هو ترضو علي الخبار بالنسبة لعجينة هنا استعملت انا الفارينا الفارينا كتكون مغربة لا كنزوله من غيدي كننخلة الغليدة وهنايا عندي سميدة رقيقة يعني دقيق القمح لكن عندكم دقيق القمح ممكن تستعملوه يعني تزولو من غيديك النخالة اللي كتكون اه يعني اما تحيدو ديك النخالة الغليدة وكذلك حتى الرقيقة او مايما لحسب الضوقة ديالكم هنا بالنسبة لخميرة البلدية استعملت كمية وما تبقى غدا نزيد Chelsea شوية الجنخالة او غنزيد فيه شوية الجنخ الفارينا لان ما نستعملها في الحلويات في الخبيرة البلدية لان خاله سبحان الله العظيم فاش نزيدها في الخميلة البلدية تضغيها تتخمر لنا يعني من هنا واحد ساعتين ونا ثلاثة ستولي واجدة باش نستعملها في حاجة اخرى هنا عندي غنستعمل ملعقة ديال العسل فقط باش نسرع العملية ديال التخمير بغيت باش يخمر ليا بسرعة إذا بغيت تستغنوا عليها ممكن تستغنوا عليها سوف نبدأ دائما نبدأ بدقيقة لكن سنستعملوا يعني عجينا فيها دقيق الفرينة ودقيق ديال القمح الصلب الفرينة هي دقيق القمح واللي كنسميه احنا يا القمح هو دقيق القمح الصلب يعني هذا هو الفرق يعني دقيق القمح هو اللي كنقدروا دقيق القمح الصلب هو اللي كنقدروا نخرجوا منه سميدة اما الفرينة ما هديك ما كنخرجوش منها ما كنقدروش خرجوا منها سميدة صافي هنا كان في السقوء مزيان هاد يعني سميدة رقيقة يلولا باش باش كترخف لنا وكتش حين لانه عرفتو دقيق القمح الصلب كي شرب الماء بها الطريقة هدي كتسهل علينا عمل يد يد ليك لكن انا عندلكو بيدينا وحتى في الروبو اللي عجنتو بالروبو ممكن يعني بالعجانة ممكن انكم تتعملوا يعني تتعملوا نفس الطريقة وبالنسبة للعجين باليد يعني كل واحد على قدر استطاع ديال ولي قدر يعجين بيدو عجين بيدو اللي قدر يعجين بالمكين يعني بالعجانة ممكن هذا بكن عجين بيدية علاقة بالأخوات اللي ما عندهمش العجانة اما ف صراحة دائما غالبا كان عجين بالعجانة باش كنت نسهل عليها وكتعطي نفس النتيجة يعني كيف ما كان عجنو باليد كيف ما كتعجين العجانة غير هي العجانة اخصها وحتى هي نفس الطريقة كيف ما كتشوفوا هنا يا انا زلت الملحة وشوية دياللماء كيف قلت لكم يعني العجانة حتى هي نفس طريقة كترخفو شوية العجينة وكتخليوها يعني تخليوها وحد شوية بحال ده بأنا جمعتها خليتها ارتاحت وعدد بغن نزيدها في الأول بقيت كان زيدها شوية لما بشوية بشوية شوية شوية كيف شوية ترتبة ده بغن زيد لها زيد الزيتون يعني نفس الطريقة كتت إليك لو غيت تعجنو بالعجانة يعني نفس الطريقة نفس المراحل يلا بغيتوا واحد بطبوط يجيكم مرتب وخاوي من الداخل وفي نفس الوقت كي يسبر يعني يبقى احتل بما أن في واحد الحشوة كتخليوه في تلاجة يبقى لكم حتى اليومين من شي مشكيل من بعد غي كتتسخنو واحد شوية صافي وكتتنزلو على الطبلة صافي هنا ها هي دبة ما شاء الله ولا ترتبة غزالها غدا نخليها دبة تخمر دغية غدا توجد إن شاء الله نغندوزوا باش نحضروا واحد الحشوة اقتصادية سهلة ما فيهاش بزافة دي المقادير هنا فيها غي البصلة كنتستعملوا ببصلة بالزايد يعني تكون شوية بكمية كتيرة هنا استعملت ورقتين دي الموساء والرند وزيت عليهم شوية زيت زيتون وغدا نشحر مزيان هاد البصيلة من بعد غدا نزيد هنيا الزيتون الأخطر حتى هو يكون بالزايد يعني قد الزيتون قد البصل حتى هو مفروم قطع صغيرة كان شحرو هاد شي كان شحروه باش ينشف شوية من الملء نو كان مرقض في الماء غنزيد هنيا صلصة الطماطم اللي تشاركت باعكم يعني شحل من مرة الطريقة دي هاي كيفاش كنحضرها هدي الطماطم صغيرة هدي طومات سوغيز اولا ممكن تعودو هنها هدي اللي دفتابا اه طومة واحد الفص هاكاك ديال الطوم اولا ممكن تعودو صلصة الطماطم بصلصة ديال الفلفل الأحمر صافي هنا كيف كتشوفو ضروري خليوات نشوف واحد شوية باش ميجينش البطبوط كي يجي باشي كي يجي بكيجيش فازق يعني كي يجي مزيان هكدا صافي هنا زيت شوية ديال تحميرة شوية ديال قصف الريابس شوية ديال الكامون وشوية ديال الحرور ضروري من شوية ديال اه انا موقعت عندي اه اه الهريسة استعملت غي الفلفل حارة انا غا نستعمل قصفر وغا نسم هاد شي كلو بالحبق ايلا ما توفرتوش على الحبق يعني الحبق نخليه حتى الاخير ايلا ما توفرتوش عليه ماشي مشكيه استعملو غي القصفر يكون مزايد وحتى السيبولات الى كنت عندكم انا غا نستعمل الطون صافي غا نخلي غي هاد شي باش يتلق شوية ديال يعني التوابي اللي تلقوه مع بعضياتهم وصافي كتصبح وجدة هنا صافي غا خليتها حتى بردات وعدزت لها هاد الحبق باش تبقى المدق دياله باين نفس الطريقة يعني كتستعملوها حتى مع القصفر يعني استعملو على زوج ديال المراحيل مرحلة اللولة خليه يتب والمرحلة الثانية نصف الاخر خليه حتى الاخر لاحظة باش كتبقى ديك اللده دياله هاد الحوشوكة تجيل دياله بزاف ومولداتي كي يحمقوا عليها صافي هنا غدا ندوز باش غدا نشكل حتى البطبوط بشكل جديد هاد الشكل هاد كي يجي المنظر دياله زوين بزاف يعني مختلف ممكن نقدموه بطرق مختلفة ان شاء الله في مرة خوراة ان شاء الله غدا نشارك معكم كيفاش كان يعني كيفاش ممكن نقدموه صافي هناك ان اخد اه شكلت يعني كويرات اه العجينة اقسنتها على يعني على زوج ديال الحصص لانا كان شوية كتيرة نصف اه خدمت بيها اه الخيمرات اللي بالاملو ونصتها بغدا نعمر بيها البطبوط هاد العجينة هدي كتشير زوينة بزاف رطي طبع ممكن نحضروا بيها بزاف ديالشهيوات سافي هنا غدا نقرس هاد على حسب الحجم ديال اه كيجيب حشك الكوردي هاد هاد البطيبيتات يعني على الحجب الحجم ديالو كيفاش بغيتوه واش بغيتوه يكونوا كبارين كتكبرو الخبيزة لا بغيتوه يكونوا صغارين انا بغيتوه يكونوا صغارين لدالك صغرت الخبيزة كيف كتشوفوه وممكن طيبوهم حتى في الفرن كيجي فيهم نكهة اخرى ومنظر اخر كندهنوهم واحد شوية يعني شوية ديال الزبدة وعاد كن طيبوهم باش كيجيهم حمرين سافي هنا كنحط يعني الحشوة ديالي في الجنب هاد الحشوة دي لابغيتو تزيدو لها حتى الفلفلات كن يعني حتى هي تكون بكمية متساوية مع الطون والبصل ممكن انا كن بغين بندل كل مرة كن بغين بندل بعد المرات غالبا اه يعني الحشوات كن حاول ما نكترش بزاف المقادير فيها يعني المكونات تكون كتيرة باش كن نوعو شوية وكان نحسو بالمداق ديالي يعني مني كن كترو كترت يعني الخضار بزاف الحشوة اه كان تلفو شوية في المداق باشي بحل مني كان مثلا كنستعملو غير ثلاثة ديال المكونات او جوز ديال المكونات او اربع ديال المكونات انا كان هادرغي على الخضرة كات اه كنحسو بالمداق ديال كل خضرة كنحسو بالمداق ديالها اه بطبيعة الحل كن نختارو الخضرات اللي كات توتا مع بعضها هنا صافي اه ها هوا كيف كتشوفوت لي اه كنت نيوم هكدا كان بحل شي متلتات وكنت نيوم هكدا كان هن دارولي نضغطو عليهم زيان في الجناب باش ما يتحلوش لينا اه تحلوش لينا من بعد ان شاء الله في اخر الفيديو اذا نوريكم يعني الكيمية كلها اللي حضرت صافي وكن نرشو عليها كن حاولو نستعينو شوية بالتقيق لان هي شوية مرخوفة ماشي مرخوفة بساف بحال كي ما كن حضرنا الخوف شوية كن نرخفو هدي بينو بين يعني باش نقدروا نتحكمو فيها يعني هاد بهاد الطريقة هدي بهاد المكونات كيف عجنة العجينة كي بقى كي بقيت لكم كتصبر ديك ذوك البطبيطات كي بقى ورطبين وزبينين يعني بحلي زيدين فيهم الزبدة احنا زدنا فيهم غي زيت الزيتون كي بقى ورطي طبين وما اللي نبغي نسخنوهم كن نسخنوهم غي شي شوية ما نخليهم شو يحتي يكرموا يعني المرة الثانية يعني لو بغي نستعملوهم كنسخنوهم غي شي شوية بسافي ولكن بغي نوجدوهم بحال متلا نحتى اليوم الغد فممكن نحتى نبخروهم يعني كن شوية كندوزهم هكذا في البخار او كندخلوهم في الفرن يعني الطريقة ديلة السخين او الفرن يكون يعني سخون وكنطفيوه كنطفيوه وكنسرحوها هكذا في واحد اللاطة وكندخلوهم حتى الاخر اللحظة الطريقة هدي كندن كل شي اغلبية ديلة الناس كديرها انها هدي كتجي سهلة كنت ماما كتديرها دائما مني كيوصل وقيتها ديلة البطار كنت تخل يعني كتتتخن الفرن وكتفه وكتتخل اي حاجة يعني بغي تتتخنها هكذا باش ما كتتتكرم شو كتبقى سافي هنا بالنسبة للمخيمنات اه كنصرح هنا يا لجينة كنحاولو ناخدو هكذا مدقيق باش كنقرسوها سافي وكنناخد زوج ديل معلقات ديل املو اه املو اه طريقة ديلة تحضير ديلة هدا ما حطرتوش غي سفتوه للاقيلة ديالي اللي جي زيون بخير من المغرب اما لابدو تحضروه كتحمروه اللوز كتحمروه في الفرن اه درجة ديل الحرارة ديل الفرن تكون غي 140 او 150 يعني من جه دوش باش كي يتحمر لينة من الداخل وكم تحنوه مزيين 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 زيت ارقان وكنحلي وغيش شوية وما كي بغيش تحلى بزيف يعني غيش شوية واحد شوية ديل العسل زيت ارقان الى مون الى توفرتو عليه الى ما توفرتوش عليه ماشي مشكل كتزيد وغيش شوية ديل زيت الزيتون نرى ذاك اللوز كي يغلب شوية على المعضاق ما كيبانش بزيف موهم على حسب زيت زيتون اللي عندكم واش مجهدو للا طريقة دي اللي باش وجد هاد المخيمرات كيف شفتو يعني على شكل بحلي حضرت مسمنا عادية وكنعود نشكل من ها كويرا هكذا يعني بما اننا اللي جينا كانت مطلوقا مزيين با كنت غيك نوجدها صفي وكنقرسها اما ممكن تشكلوهم كاملين ومن بعد عد بدو تكرسوهم هاد المخيمرات هادو كيف يجيو بلدادين بزاف الى ما توفرتوش على هاد المكونات كاملة ممكن تستعملو كوكاو كوكاو تحمرو تحنو تحنو زيدو لي واحد شوية ديل العسل اه او شوية ديل السكار مويمة لحسب توقلي هالكم وكتزيدو واحد شوية ديل الزيت الزيتون وكت تكرسو بيه طفي ها هما الخيمرات ديولي وجدو يعني غيك نكمل كمية ديالي كاملة وكان بدان طيب لان الخميرة دي العجينة ديالي خامرة مزيان الى كان يعني عندكم الجو بارد خليوهم واحد شوية الى كان الجو سخون ماشي ماشي غير كتكملو صافي وبدو طيبو صافي ها هما الخميرة المخيمرات جاو هاكدا موجين ما لداخل رطي طبيين وظالين المضاق ديالهم رائع جدا انا خليتهم هاكدا لان اعملو شوية مدسم ما سقيت هما ولو خليتهم هاكدا والمخيمرات حتا هما كيجيوا على هاد البطبوط عفون كيجي حتا هوا المنظر دياله زوين بزاف وحتا المضاق ديال الحشوة كتجي لديدة بزاف اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم نال اعجاب ديالكم وما تنسونيش من الدعاء واتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة